فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين ذكرنا في الحلقة الماضية أن الابتلاء الذي قد يقع على بعض البشر لا يتعارض مع اسم الله تعالى البر بمعنى العطوف على العباد وأن الابتلاء للعبد المتجاوز في الدنيا كفارة لدنوباه ولكن قد يقول قائل أنا عبد صالح أفعل الخيرات لماذا أبتلى في مالي أو صحتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه نعم هذا سؤال وارد ويرد كثيرا ولكن مبعث هذا السؤال هو عدم التعمق في فهم ممكن نقول فلسفة البلاء أو الابتلاء الإلهي لبعض خلقه فقط أريد أن أعمق النقطة التي تركتها ربما في الحلقة الماضية هكذا وهي أن لازم ننظر للابتلاء في إطار العدل والجود ومعنى الجود يفهم أيضا من قوله تعالى فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ معناها أن اللي انت فيه ذا أحسن شيء فدايما عايز تفهم البتلاء ضع يعني يمينك أو شمالك أنه عدل وثبت أنه عدل نعم نحن مش ما نفترض هذه أمور ثبتت ثبت أنه عدل وقلنا آيات الظلم وثبت أنه يقول لا يظلم مثقال زره ولا يظلم الناس شيئا وإلى آخره وحرم ويا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي معقول بعد ما يقول ده كله يجي الابتلاء نفهم الظلم والابتلاء على الجميع والابتلاء على الجميع بما في الصالحين طبعا ده بالعكس ده الابتلاء يعني أشد الناس بلاء الأنبياء ترجمة نانسي قنقر